كانت هناك غابة سحرية بعيدة تعج بالأشجار الكثيفة والورود الملونة وفي هذه الغابة عاشت مجموعة من الوحوش الزرقاء الجميلة الشكل كانت هذه الوحوش مختلفة عن الوحوش الأخرى فهي كانت تمتلك أجنحة ساحرة وذيل طويل وأعين براقة كانت الوحوش الزرقاء تعيش في سلام داخل الغابة حيث يمكنها الطيران بين الأشجار واللعب بالورود الجميلة كانت تعيش في هذه الغابة السحرية بسعادة ومرح وتقضي أوقات رائعة مع بعضها البعض ومع ذلك كان هناك شرير في الغابة يسمى الساحر الشرير كان يحاول بكل طريقة تدمير سلام الوحوش الزرقاء وسعادتهم لكن الوحوش كانت قوية وشجاعة وتعرفت على خطط الساحر الشرير قررت الوحوش الزرقاء مواجهة الساحر الشرير وحماية غابتهم السحرية تجمعت الوحوش معا ووضعت خطة لهزيمة الساحر استخدمت كل قدراتها السحرية واستعانت بالأشجار والحيوانات الأخرى في الغابة لمساعدتها بدأت المعركة الحامية بين الوحوش الزرقاء والساحر الشرير استخدمت الوحوش أجنحتها وقوتها السحرية لمحاربة الساحر وحماية غابتها كان الساحر يستخدم قوته الشريرة لمحاولة هزيمة الوحوش لكنها لم تستسلم بعد معركة طويلة وشرسة تمكنت الوحوش الزرقاء من هزيمة الساحر الشرير وطرده من الغابة السحرية عادت السعادة والسلام إلى الغابة واحتفلت الوحوش الزرقاء بفوزها وبقائها في منزلها الجميل ومنذ ذلك الحين استمرت الوحوش الزرقاء في العيش في الغابة السحرية بسعادة وهدوء وظلت تتذكر مغامرتها وشجاعتها في مواجهة الساحر الشرير وكانت تعرف أنها تستطيع التغلب على أي تحدي يعترض طريقها وهكذا انتهت قصة الوحوش الزرقاء الجميلة الشكل الساحرة التي تعيش في الغابة السحرية كانت قصة عن الشجاعة والصداقة والحماية وتذكير بأن الجمال يكمن في الداخل وليس فقط في المظهر الخارجي